لقاح تحالف فايزر وبيونتيك المضاد لكوفيد-19 يشرع في استخدامه في المملكة المتحدة ابتداء من الأسبوع المقبل الخبر أعلن عنه وزير الصحة البريطانية الذي صرح أن الضوء الأخضر أعضي بعد أشهر من التجارب السريرية الدقيقة والتحليل المعمق للبيانات من جانب خبراء وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية الذين استنتجوا أن اللقاح يلبي معاييرهم الصارمة للسلامة والنوعية والفعالية أنا سعيد جدا كما تعلمون فسنة 2020 كانت مروعة لكن 2021 ستكون أفضل الحل في طريقه إلينا نحن اليوم نمتلك بين أيدينا اللقاح وسنعالج الأزمة باستخدام شيء فعال بدل الاقتصار على التحذيرات لوحدها قد يستغرق الأمر وقتا ليصل اللقاح إلى الجميع لكننا واثقون أنه وبحلول الربيع ستكون الأمور أفضل وسيستطيع الجميع الاستمتاع بالصيف القادم بحسب وزارة الصحة البريطانية فإن الأولوية في التلقيح ستكون للنزلاء دور رعاية المسنين والعاملين في المجال الصحي والمتقدمين في السن وأكثر الأشخاص ضعفا كانت شركة فايزر وبايونتيك قد تقدمت بطلب للحصول على ترخيص لتسويق لقاحهما في أوروبا بعد أن أظهرت الاختبارات أنه فعال بنسبة 95% ضد كوفيد-19 ترجمة نانسي قنقر